سببت تاريح السيروكور التي ضربت منطقة العوائلية ببلدية سيد محمد بن علي بولاية غريزان في خسائر كبيرة بمنتوج العنب حيث أطلفت كميات كبيرة من ما ألحق الضرر بمنتج العنب والفلاحين الذين طالبوا بتدخل السلطات المحلية من أجل مد يد المساعدة لهم التغطية لحمزة الروكي ترجمة نانسي قنقر في المنطقة العوائلية هنا السجرة العنب كانت ماشاء الله يبارك كانت انتجة ماشاء الله ولكن من جاء السيريكو الذي ضربوا الحرائق الفلاحة ضعت النقاع كان عندك مصوف كان صار في بلك مئة مليون ولاد وكما تقدرش تاباشا تصوغ حتى عشر مليون الفلاحة زعماء ما كوني مقايت ببعكم هاكا العام جاء مقدرش يخدم هذا الدولي هذا يمكنك الشيخ خدمه مصوف قاوي قاوي بزاف قاوي وفيها الدولي فيها تكتولات ننكرهم بطرهم لبشر خدموه بزاف مصوف بزاف الانتجة نقص بزاف والشي اللي كان بارابول العامل يفت ما من السلعة ونقصت المنتوج نقص عيطة رأخسرته هذي هو الحامي هذا اللي ضرب رأخسر قال عنب كنا نرفدوا خير ربي سنة مكاشر كتوف على الشي اللي مقى كملت علي ذاك النار ما خلات فيه هو الحامي والمنتوج رأخ قليل عيطة فلاح ما يصور اعتلى الدولي يخسروا عليه هذا ولا ما يصور راك تشوف هنا تقلب بالدراهم تنقل بالدراهم الدوا بالدراهم الدوا رغالي سنة نحن هذي والدولي تشوفين احنا نطلب من السلطات العلية تشوفي هذا الفلاح مسكين كراسارين اشتركوا في القناة